اشتركوا في القناة وقبل ان نتحدث عنه فانا لا اخفي عنكم شيئا كاعدتي فهذا البرنامج مدفوع لكن سأريكم طريقة لاستفادة منه لمدة 3 ايام مجانا بعدها ان اعجبك فيمكنك اتمام الاشتراك 9 دولار في الشهر مع تخفيز يصل الى 20% ان انت استعملت الكوبون الخاص بشوب 2020 سوف تجدونه في الوصف مع رابط البرنامج او الموقع كذلك والجميل في هذا البرنامج هو انك يمكنك ان تستعمله في كل من امازون كدبي وكذلك ميرش باي امازون وهناك بعض الاصطقاء ليحققون من 30 الى 50 دولارا يوميا ولم يتجاوزوا حتى 6 اشهر في العمل على هذه المنصات لان هذا البرنامج يقوم بالتجسس على الباعة وكذلك على الكلمات الاكتر استهدافا في هاتين المنصتين اذا نبدأ في شرح البرنامج على بركة الله عند دخولك الى الرابط الذي وضعته في وصف الفيديو سوف يظهر لنا الموقع بهذا الشكل وهنا بعض مميزات المتحة في هذا الموقع فهو يوفر لك نيتشات جاهزة كما تشاهد وعليها تنافسية قليلة ومربحة جدا ثم يمكنك ان تقوم بديزاين خاص بكتابك على هذا الموقع كذلك كما تشاهدون وكذلك يمكننا من رفع مجموعة من الكتب في آن واحد اختصارا للوقت الآن طريقة الاشتراك نقوم بالضغط على sign up هنا يظهر لنا خيارين خيار شهري وخيار سنوي بالنسبة للخصائص والمميزات بين العرضين الشهري والسنوي فلسا هناك اي فرق لكن عند اختيارك للاشتراك الشهري ستدفع كل شهر 10 دولار يعني في السنة 10 في 12 هي 120 دولار اما الاشتراك السنوي فانت تدفع فقط 90 دولار يعني ستوفر 30 دولار لكن نصيحة لك ابدأ بالاشتراك الشهري بعدها انتقل الى الاشتراك السنوي اخي الكريم الآن عند اختيارك واحد من هاتفين الاشتراكين نقوم بال sign up مجددا وهنا سوف نقوم بملء البيانات الخاصة بنا الاسم الشخصي والعائلي هنا وهنا تقوم بالادخال الايميل الخاص بك يجب ان يكون ايميل خاص بك حتى ان كان هناك تحديثات او مشكل واجهته تجدوا سهولة في التواصل معهم وهنا نقوم بادخال المودباس الخاص بنا الذي سوف نقوم باستعماله عند الدخول البرنامج نقوم باعادته هنا هذه المعلومات التي اقوم بانشأها الان فهي معلومات وهمية سأريد ان نريكم الطريقة فقط وهنا اضع الادرس الخاص بك ثم next وهذه هي الخطوة المهمة في البرنامج فيكفيك اخي الكريم ان تذهب الى البطاقة الخاصة بك ثم تضع هنا الاسم الكامل لصاحب البطاقة ثم هنا رقم البطاقة وهنا نضع تاريخ انتهاء البطاقة فمثلا كانت البطاقة تنتهي في شهر عشر الفين وواحد وعشرون فنحن نضع فقط عشر واحد وعشرون ثم هذا الكود هذا يوجد وراء كل بطاقة فهو عبارة عن حماية وضمان للبطاقة ثم هنا ندخل الكوبون ها هو الكوبون الخاص به سوف يقوم بتخفيض عشرين في المئة على الاشتراك الخاص بك فما عليك الا ادخل شوب عشرون عشرون عند ادخالك للكوبون نقوم بالضغط على هذه الايقونة يعني فانا موافق على جميع الشروط الخاصة بالبرنامج ثم رجيستر وبعدها مبروك عليك البرنامج سوف تظهر لك الواجهة بهذا الشكل هذه مجموعة من الفيديوهات التعليمية لكن المشكلة انها باللغة الانجليزية فانا سوف اعطيكم خلاصة لهذا البرنامج وخلاصة لكيفية التعامل معه واستعمال المميزات بالطريقة الصحية فهذه هي واجهة البرنامج كما قلنا سابقا فبالنسبة لهذه الخاصية الاولى فهي مجموعة من الفيديوهات التعليمية التي تمنح لنا هذه المنصة حتى تتقن جميع المميزات التي توفرها لك فمثلا وجدت مشكل في التعامل مع اي خاصية منها فما عليك الا التوجه اليها في هذه الفيديوهات ومشاهدة الفيديو لتستطيع اتقان التعامل مع هذه الميزة ثم لدينا الميزة التانية هي وهذه الميزة مهمة جدا فانت تقوم بوضع اسم المنتج الذي سوف تقوم بالتجسس عليه وهو سوف يعطيك ويعرض لك جميع النتائج الممكنة في ذلك المنتج ثم سيلر هذه الميزة تمكنها من التجسس على الباعة الذين يرفعون كتبهم على امازون كي دي بي وتظهر لك جميع الكتب التي تباع بشكل كبير لدى هذا البائع وكذلك الكتب التي لم تباع له ثم كلاود هذه ميزة جميلة جدا فهي تمنحك مساحة تخزين اضافية يمكنك تحميل الصور الخاصة بك الكوثر او الكونتنت يعني اي شيء تريد تخزينه ما عليك الا تحميله في هذه المساحة السحابية كذلك هذه الميزة فضغط فهي تمكنك من الاحتفاظ بالكلمات المفتاحية والعنوان ومجموعة من الاشياء التي قمت برفعها مسبقا في احد الكتب حتى تتمكن من رفعها مجددا دون عناء ودون اعادة كتابتها ثم كيوورد فهذه من اهم الخصائص المميزة لهذا البرنامج فهي تمنحك الكلمات المربحة هنا بروداكت هنا نقوم بادخال مثلا الكيوورد الخاصة بكتابنا الذي نريد ان نقوم بانشاء بحث عليه وهنا نشاهد بان الكلمة عليها معدل بحث لا بأس به 32 تقريبا هنا ننتظر حتى يتبت هذا الرقم فمثلا هنا نشاهد 111 ألف في البسائر فهذا رقم جيد لأن كلما كان البسائر أقل من 500 ألف فهو يعني بأن هناك مبيعات وهنا نشاهد الكتب التي تعتمد على هذه الكلمة المفتاحية يعني وتضع أقل ثمن في الكتب هو 5.49 دولار وأعلى ثمن هو 5.99 دولار إذن هذا هو الثمن الذي يستحب أن تضعه لكتابك 5.82 دولار يعني بين هذين الرقمين الكاتيجوري تختار الكاتيجوري الخاص بك الآن نجد هنا الكتب الأكثر مبيعا فهنا مثلا نجد هذا الكتاب انظر إلى البسائر 567 عليه مبيعات كبيرة جدا انظر استماسيون و 658 مبيعات تقريبا يعني هذا يحقق مبيعات جيدة جدا ثم تشاهد الكتب الأول والثاني والثالث والآن عند مشاهدتك لهذه الكتب الأول والثاني والثالث أنت تضع فكرة خاصة بك ثم تستفيد من هذه الكتب إما بوضع محتوى يشبه للمحتوى الخاص بها وكذلك العناوين حاول أن تمزج بيننا 3 عنوين أو 4 الأولى وتضع عنوان خاص بك لكن أخي دائما يجب أن يكون الكتاب الذي شفى تنافسه أو سوف تضع عنوان يعني يشبهه يجب أن يكون في سنة 2020 يعني لا يكون بسنوات يعني لا يكون 2019-2018 دائما حاول أن يكون 2020 فما فوق ما عليك إلا يعني نزول إلى أسفل اللائحة وستجد هذه النوعية من الكتب ثم هنا تجد مجموعة كبيرة من الكيورد فبالنسبة للكيورد الصغيرة أو كما نقول له short keyword فهذه يمكنك أن تضعها في الخانتين الأخيرتين أما أحسن الكيورد التي أستعملها أنا شخصيا فهي هذه التي تكون long keyword يجب عليك اختيار مثلا هذه الأولى تضعها في الخانة الأولى هذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة يعني هذه الطريقة جميلة جدا وبالتجريب فتأتيك بمبيعات إن شاء الله الآن انتهينا من الـ product يعني ما عليك إلا أن تضع الكلمة المفتاحية التي تريدها وسوف يعطيك مجموعة من الميزات التي شرحتها وتستفيد منها إن شاء الله ثم نأتي إلى الكيورد كذلك فهذين الخاصيتين من أحسن الخصائص التي توجد في هذا البرنامج فنقوم بالsearch مثلا هنا سوف نضع مثلا كيورد خاص بنا لن نخرج على الكيورد الأول الذي وضعنا دائما coloring box for kids يعني الجميل في هذا البرنامج هو الآتي فهنا يظهر لنا جميع الكلمات المناسبة أو المشابهة للكلمة التي نريدها لكتبنا فهنا نجد high وكذلك نجد low ونجد medium دائما ابتعدوا على الكلمات التي تجدون عليها high لأنها تعني بأن المنافسة عليها كبيرة جدا أما مثل هذه الكيورد التي تجد عليها low أو medium فهي رائع جدا فمثلا هذه alphabet coloring book for kids يعني هذه الكلمة جميلة يمكنك أن تستفيد منها وتضعها في الخانات الخاصة بالكيورد أو كذلك يمكنك أن تضعها في العنوان الخاص بكتابك وهنا مجموعة من الكلمات التي يقترح عليك البرنامج كذلك سوف تفيدك إذن هذه هي نصف الميزات التي يمنح لنا هذا البرنامج هذه مجموعة أخرى كبيرة جدا من المميزات لهذا أقول لكم بأن هذه 10 دولارات التي سوف تدفعها في هذا البرنامج فهو يستحق أكثر منها وحتى لا أجعل الفيديو طويل فسوف أقسمه إلى قسمين الآن شرحنا هذه الميزات وفي الفيديو المقبل إن شاء الله سوف نشرح الميزة الأخرى التي تظهر في هذا الجانب إلى هنا إخواني كان هذا هو درس اليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو قليلا وأي تساؤل أو استفسار ضعوه لي في التعليقات سوف أجيبكم عليه إن شاء الله وإن تعذر علي الإجابة فما عليكم إلا محاولة الاتصال بي في الفيسبوك الخاص بي فأنا موجود رهناء إشارتكم وشكرا على المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بجين وتعليق حتى تحفزونا على بدل المجدد إن شاء الله